نرجع تاني بقى للمكتب NBF في مصر عشان ده فريق معايا اوش مكتب NBF بقى في مصر ده انت حرارك قلتلي الاستراتيجي كاملة بتاعة NBF في الولايات المتحدة وفي القرى الافريقية في مصر بقى هيا الاستراتيجية ايه؟ قطاعات ناشئين لاعبين هواة هتخش تدعب اندية وقطاعات الناشئين فيها التفاصيل ايه اكتر؟ بص احنا الفرق بيننا وبين امريكا ايه في الرياضة امريكا تعتمد على الاندية والجماعات كقاعدة لاختيار لعيب المنتخبات ولعيب الاندية المحترفين يعني مثلا في امريكا انت بتتكلم ان اللعيبة اللي بتاتل على NBF بيتم انتقاء او اختيارها من 360 جمع ده المستوى الاول تحتها مش عارف 400 جمع فهم وهناك بيتم انتقاء العناصر اللي بتالع كل الرياضات مش كل السلة بس عن طريق المدارس وجماعات احنا هنا عندنا طريق مختلفة انت بيتم انتقاء اللعبين اللي بيخدشوا المنتخبات من الاندية فالفكرة ان احنا نبتدي نرجع دوريات في المدارس عشان نشوف اللعيبة اللي لم يتم انتقاء او اختيارها او اشتراكها او انضمامها للاندية جميل المترجم للقناة